عايزة أحكي لكم شوية يمكن ناس كتير على السوشال ميديا تبعت لكن مش كل جماهيل الأهلي تعرف الملحمة اللي كتبها ألف أو ألفين مشجع أهلاوي في ملعب أو مركب محمد الخامس في الدار البيضة في مناسبة نهائي دوري الأبطال الأهلي والوداد والقصة باقتصار شديد للم يعرفهاش أنه جماهيل الوداد احتفلت كالعادة مبكرا ومع الأهلي ما ينفعش أنك أنت تحتفل مش هقول إلا مع صفارة نهاية المباراة لما الملعب يطفي نوره غير كده ما تفكرش أنك أنت تحتفل أو تحفل على الأهلوية أو على جماهير النادي الأهلي فكانت قصة أنه جماهيل الوداد في مركب محمد الخامس اللي ماله طبعا يعني جنبات الإستاد كله كانوا محضرين دخلة أنها دخلة المهمة الأخيرة أو Final Quest وجنب الرسمة اللي هتظهر أو جنب الصورة اللي حضراتكم شايفينها زي دخلة محترمة طبعا من جماهير نادي عظيمة يعني طبعا جماهيل الوداد واحدة من أفضل جماهير الكورة في قارة أفريقيا وتسعى دايما بدخلاتها أنها تنفس الأندية الكبيرة على المستوى العالم وقد كان لهم ما كانوا حققوا الحقيقة دخل عظيمة جدا كتبوا فيها Final Quest المهمة الأخيرة وفي مدرجات أو طرف المدرجات الكادر اليمين اللي حضراتكم شايفينه رسمة مش واضحة قوي لكن يعني هنقول إنها لشيطان أو لوحش أو لواتسويفر بيلتهم شعار النادي الأهلي على أساس أنهما كانوا ضمنين الفوز وحقيق اللقب من قبل بداية المباراة نتكلم على 70 أو 80 ألف مشجع موجودين في الاستاذ محضرين دخلتهم مرتبينها بيفجؤوا بيها جماهير النادي الأهلي لكن المفاجأة الحقيقة كانت من ألف أو من ألفين بيمثلوا ملايين حضروا في ملعب المباراة للعالم كله مش بس الجماهير الوداد اللي موجودة في الملعب وداد تيفو الحقيقة كان بمثابة الصدمة أو وقع الصدمة على جماهير النادي الوداد لأنه الفكرة والمعلومة اتصربت إزاي كيفاش زي ما بيقول الأسقاءنا في المغربة لسه محدش عارف لكن بالتأكيد القصة والحكاية والرواية ما انتهتش عند كده انتهت عند تيفو الأهلوية اللي كتبوا فيه وقالوا رسالة واضحة عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مفاجأة وقد كان طبعا رد بيفكرنا مواقف كتير جدا 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 حصلت قبل كده من جماهير النادي الأهلي وبتدي درس انه قدام الأهلي دايما ما تحتفلش إلا مع نهاية المباراة وإعلان النتيجة بشكل نهائي بيفكرنا مواقف كتير حصلت قبل كده في رادس في نهاية 2006 لما ظهر أبو تريكا راكع وبيقدم الكاس لجماهير الصفاقسي وكان الرد في الملعب وحق الأهلي واحد من أغلى ألقابه بيفكرنا بجماهير الترجي في 2013 لما كتبت إلى اليابان وكانت نسخة كاس العالم في الوقت ده بطل أفريقيا هيروح يشارك فيها في اليابان فكتبوا في بداية المباراة أو علقوا شعار كبير جدا بيقولوا فيه إلى اليابان وفي النهاية الأهلي هو اللي تأهل إياكا سم إياكا سم إياك إنك أنت تحتفل قبل نهاية المشوار وخصوصا أمام النادي الأهلي تحق كبيرة جدا جدا يستهلوها ويمكن كابتن الخطيب أول مواجه شكر في ما يتعلق بتتويج أهلي بالبطولة 11 في أفريقيا قدموا للجماهير العظيمة دي لرغم إلت عددهم لكن الإمباكت أو التأثير بتاعهم كان واضح جدا ومجرد ما سجل عبد المنعم هدف التعادل كان صوتهم الحقيقة في ظل حالة صمت كبيرة جدا طبعا من جماهير الوداد صوتهم بيرج مركب محمد الخامس شابو شابو تحاية تقدير واحترام كبيرة جدا لجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي كانت حضرة المباراة وكانت شاهد على واحد من أغلى انتصارات النادي الأهلي شكرا